الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم وافق مجلس الوزراء في العراق على منح شركة شلمبرغير لخدمات النفطية مناقصة لحفر 96 بئر نفطية في جنوب البلاد وقال بيان للمجلس الوزراء أن قيمة العقد المبرم أقل بنسبة 14% عن المبلغ الذي كان متوقعا وهو حوالي 561 مليون دولار يذكر أن العقود مع شركات النفطية في العراق يشوبها كثير من الفساد والصفقات التي تصب من مصلحة الأحزاب المتنفذة سجل خام نفط البصر الخفيف والثقيل انخفاضا في سعره مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وبحسب رويترز فإن نفط البصر الخفيف المصدر لآسيا انخفض إلى نحو 61 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلقت 5.50% فيما سجلت أسعار خام النفط البصر الثقيل نحو 62 دولارا للبرميل بنخفاض بلغ نسبته 0.19% وجهت شركة دايو الكورية دعوة إلى 200 خبير للمساهمة بإنجاز ميناء الفاو مع اقتراب وصول معدات كبيرة لدق الركائز لأرصفة الميناء وقالت الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لشركة دايو إن شركة دايو الكورية وجهت دعوة إلى 200 خبير للمساهمة بإنجاز ميناء الفاو مع اقتراب وصول معدات كبيرة وكان المدير التنفيذي لشركة دايو مارك شال هو قد وجد مشنوقا بظروف غامضة في مدينة البصرة فيما أكد مراقبون أن الحادثة مدبرة وكانت بسبب خوف أحزاب متنفذة من كشف ملفات فساد متورطة بها كشفت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية عن تلاعب بأسعار المواد الغذائية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وقالت عضوة اللجنة ندى شاكر جودة إن هناك بعض التجار الجشعين استغلوا أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار من أجل رفع أسعار المواد الغذائية وغيرها على المواطنين رغم أن هذه الأزمة تؤثر بشكل قليل على الأسعار لكن البعض استغل الأزمة وتلاعب بشكل كبير في الإسراء مع غياب الرقابة الحكومية بدأت وزارة العمل وشؤون الاجتماعية في العراق ترويج معاملات القروض الصغيرة للمستفيدين من العاطلين عن العمل ضمن الدفع الثلاثين وأعلنت وزارة العمل خلال المدة الماضية صرف 29 دفع من القروض الخاصة بالعاطلين ويعتمد في تخصيصها على الأموال المسترجعة من القروض السابقة التي أكدت وجود تلكؤ في استردادها من قبل المقترضين نتيجة الظروف الأخيرة التي مر بها البلد إضافة إلى انتشار فيروس كورونا كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري أن مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 8% و 26% اعتبارا من فاتورة أول شهر تموز المقبل وقال المصدر أن الزيادة الجديدة ستطال الشرائح الخمسة الأولى من الاستهلاك المنزلي مبينا أن سعر الكيلو واط للشريحة الاستهلاك الأولى سيرتفع من 38 قرشا إلى 48 قرشا ومن 48 قرشا إلى 58 قرشا في الشريحة الثانية يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن تنفيذ خطة انفاق ضخمة جديدة في الاقتصاد الأمريكي بقيمة 3 تريليونات دولار تخصيصا لمشروعات البنية التحتية وتتناول خطة الانفاق الجديدة الاستثمار في الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الكهرباء والأنترنت التي يرى اقتصاديون أنها إحدى أكبر العوامل التي تعرقل النمو الاقتصادي السريع وتؤخر كفاءته وقدرته التنافسية ختام الموجز دمتم بأمان الله موسيقى